فخامة الرئيس، يساعدون أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم في زيارتكم اليوم إلى سوريا بقوة حضر الملف الاقتصادي في أجندة إبراهيم رئيسي على طاولة لقائه بالأسد في دمشق فرئيسي الذي تعاني بلاده من أزمة اقتصادية خانقة على إثر العقوبات الغربية المتتالية على طهران في خطة لتجفيف مصادر تمويل الإرهاب في الشرق الأوسط والعالم الذي ترعاه إيران وجد رئيس ملاذه في دمشق حديقة بلاده الخلفية للهروب من العقوبات الغربية الرئيس الإيراني وصل إلى دمشق وفي حقيبته عدد من الاتفاقيات الاقتصادية على الأسد فقط أن يوقعها هو ووزرائه لكن الملاحظ أن هذه الاتفاقيات حملت وسم التعاون الاستراتيجي الشامل طويل الأمد ما يعني أن إيران التي ترى في سوريا الأسد عاصمة ثانية لها تؤكد وجودها باتفاقيات يصعب لانفكاك منها حتى ولو رحل حليفها اتفاقات رئيسي التي وقع عليها الأسد تتضمن قطاعات الكهرباء والنفط والفوسفات ومن غير المستبعد إحياء الاتفاقات السابقة التي لم تنفذ مثل اتفاق إحداث مصرف إيراني في سوريا أو منح طهران استثمار الشبكة الثالثة للهاتف المحمول وكلها قطاعات مهمة وحساسة تأتي بالتزامن مع التطبيع العربي مع نظام الأسد وأمل الأخير في دخول بلاده مرحلة إعادة الإعمار بأموال العرب المطبعين يرى المراقبون أن تصريح رئيسي أثناء زيارته لدمشق بأن ما جرى في سوريا بأنه انتصار للأسد رغم التهديدات والعقوبات إنما هو في الأصل انتصار لبلاده التي استطاعت أن تدعم الأسد بالرجال والسلاح ليبقى رغم الثورة والعقوبات ما يعني أن الرجل قصد أنه على بشار أن يدفع ثمن ما قدم الطهران حتى ولو على المدى الاستراتيجي الذي وصفت به الاتفاقيات التي وقعها الأسد